السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبه بكم من جديد في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية. كنتمنى دائما يلقاكم الفيديو ديالي في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله غن اقترح عليكم واحد الاقتراح لي سهل جدا. وبمكونات بسيطة ممكن توجده الفطر الصباح او الجودة ديالاشية كيجي لديد بزاف ومن السم وبدون دقيق ابيض كذلك بدون بيض ولا حليب مكونات ان شاء الله متوجده في كل بيت وكيجي من الاد ما يكون متأكد انه غينا الاعجاب ديالكم الى جربته وغنبدو على بركة الله بسم الله هلنا واحد القصعة اولا الاناء فاش غنخدمه غنوضع فيها اه خمسمائة جرام ديال دقيق الفينو اولا ما يسمى بسميد الرطب دائما كنغرب له هكذا باش كنتفاده وان يكون فيه شي حاجة ضروري ما نغرب له من بعد كنشكل هكذا حفرة في الوسط من بعد غنوضع فيها ملعقة كبيرة ما ملوء جيدا من خميرة العجين وغنضيف كذلك نصف كاس من السكر الا ما بغيتوش يجيكم حلوين ممكن تنقصوا الكيمياء ديال السكر كذلك غنضيف قشرة برتقالة كي ما شفتوا معايا برتقالة واحدة اصلتها مزيان احكيت القشرة ديالها الان غنضيف هاد ساشية هادي ديال السكر مناسة بزهرة البرتقال الا ما متوفره عندكم ممكن تعاوضوها بجوج ملاعق من ماء الظهر وعندي نصف كاس من الماء اللي كيكون دافي كنحاولو نفرغو فوق ديال الخاميرة هنحركها واحد شوية ونخليها غير كتدوبها كوكت تفاعل غير واحد شوش دقائق فقط من بعد غنضيف علبة من اللي غرت بالنكهة ديال الفانيلا ممكن طيفو اي نكهة كتفضلو وبالنسبة الوزن العلبة هو مية اعشرة جرام حاولو ما يكونش بارد باش ما يخسرش لكم من الفعول ديال الخاميرة يعني يكون بطرجة حرارة الغرفة وعندي كاس ديال الماء دافي كان بدا هاكا نضيفه تدريجيا وانا كان جمع في الخاليتي ديالي كيما شفتوا معايا كاس من الماء دافي كيميارها مضبوطة جدا كاس ونصف اللي استعملت في خمسمائة جرام ديال الدقيق مهم غتشوفوا معايا القوام ديال الخاليط دائما دقيق الفينو كي شرب السوائل بزاف دكشي علاش في الاول دائما كنخليه العجينة مرخوفة بزاف هنا اضفت ملعقة صغيرة من الملح كنت نسيتها ما ضفتاش من الاول ضفت عليها القليل فقط من الماء باش كتوب ومن بعد كن نحاول نمس العجين ديالي مزيان كيما شفتوا راها مرخوفة بزاف غا نحاول نجمعها هكذا واحد شوية وغا نغطيها بمنديل وغا نخليها حتى كتشرب خليت العجينة ديالي مدة ديال خمستاشر دقيقة تقريبا كنرجعو الخاليط كنلقاوه شرب ذاك الماء يعني كيكون مجموع شوية كنقدروه نتحكمو فيه ونقدروه انا ندلكوه كيف ما بغينا وهنا يا غا ندلكو العجينة ديالنا مزيان مزيان دقيق اللي فيه دائما كيبغي نخدموه مزيان ماشي بحال دقيق الابيض الا بغيتو تخدموها ديالي عجينة ديالكم في العجانة اه لكم الاختيار يعني ممكن غا تساعدكم وغا تسهل عليكم انا هنا نخدمها غير باليد كنحاولو نخدموها غير بحال هكا يعني راها سهلة غير كنتدو نضربو بها را عجينة مرخوفة بزيف غير خاصة تخدم مزيان مزيان من بعد ما كان خدم العجينة ديالي مزيان كيما شفتو هنا يا رابدات انتو ما كتخدمو فيها وهي كتشرب ذاك الماء وكتجمع هنا غا نضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ ملعقة تكون مملؤ جيدا ولا ما يعادي الاربعين جرام اي نوع من الزبدة ممكن تضيفوها غا نحاول ندخلها معها مزيان مزيان غير بهذا الطريقة هذي كان نبدأ غير نخدمها بهذا الشكل هذا حتى كتنساجم مع هذيك الزبدة وكتدخل معها مزيان وما تضيفوش لهذا الزبدة حتى كتخدموها في اللول مزيان حتى كتولي العجينة شدة فرصة لاني الا ضفتو الزبدة اه في الاول العجينة كتكون باقي مرخوفة يعني غطرها في لكم كتر من القياس ضروري تخدموه مزيان العجينة حتى كتحسوا بها رابدات كتشد راسها عاد كتضيفو الزبدة وكتعاودو تخدموه يعني السر ناجح ديل هذي الوصفة انكم تخدمو العجينة جيدا كيما كتشوفو من بعد ما خدمت العجين ديالي مزيان كيما كتلاحظو حتى الملمس ديال هارها كيتغير يعني كتولي مجموعة شدة فرصة وفي نفس الوقت راح العجينة مرخوفة ما كنقصوهاش واللي بغا تخدمها بالعجانة غا تسهل عليكم غنوضعها في واحد الاناء اللي كان كون دهنتو بالقليل من الزيت من التحت وغندهنها حتى من الفوق ديالها وغنغطي عليها مزيان ببلاستيك غدائي وشي منديل هكدا من الفوق كنوضعها في مكان اللي كيكون دافي وكنخليها تخمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها وهنا يا العجينة ديالي من بعد ما اختمرات وطلعات كيما شفتو تضاعف الحجم ديالها ضروري ما تعطوها الوقت ديالها الكافي وتخمر مزيان باش نجح معكم الوصفة لاني لما خمرتش راه ما غديش تصدق لكم كيما شفتو كنحاول نضيق زيها ولا نخرج منها ديك الهواء كتكون العجينة كلها فقاعات كان ديهن سطح العمال بالقليل من السيد فقط غير واحد شوية للسيد وكان وضع العجينة ديالي فوق سطح العمال وغنحاول نقسمها الاقسام او لا القطاع اللي هما صغار او لا لحساب الحجم اللي بغيتو انتوما انا ردرت هم حجم متوسط انتوما الا بغيتو تصغروا غد تحصلوا على كيميا كبيرة الان غنبدأ نشكل في العجينة ديالي دائما كنستعن بالقليل من الزيت فقط كندهن به سطح العمال وكنناخد الكويرة ديالي كنحاول نسرحها هكذا واحد شوية غير باليد ومن بعد كان نلويها على شكل بغيت حتى كان نلوي البغيتة ديالي وكان لول بها عاد كان نرش عليها القليل من دقيق الابيض فقط كان نحاول نرش عليها غير شوية دقيق البيض باش ما تلتصقش ليها في لطا ديال الفورن اما في اللول ما ديروش دقيق البيض باش ما يدخلش ليكون في العجين ويتدقص ليكون تماما كيما شفتوا معايا حاولوا تستعنوا غير بشوية الزيت يعني غير شوية الزيت لان العجين نراها مرخوفة نحاولو هكا نضغطو عليها ولا نقرصوها شوية ومن بعد كان لولوبوها كيما كتشوفو كان ستدوها مزيان كان حاولو نقرصو دوك اللاصة اللي كيتشمع فيها العجين عاد كان نرشو القليل فقط من دقيق الابيض وكان وضعوها في اللطا ديال الفورن اللي كان كونو ياما فرشناها بورق الزبدة اولاد هنها بالزيت من بعد مشكلت الباقيتات ديالي كاملين ووضعتهم في اللطا غنشرطهم هنا بشي سكين يكون ماضي او للغاز واغي اللي كان عندكم غيكون احسن كنحاولو نشرطو هكا مزيان على فكرة لما بغيتوش ديرو على شكل باقيتات ممكن تشكلو للعجنة ديالكم على شكل قريسات او الا كويرات دوائر عاديين هنغطي عليهم ونخليهم يختامروا للمرة الثانية حتى يضعف الحجم ديالهم هنا من بعد ما اختامروا فهد المرة ما كياخدوش وقت بزاف يعني ما بين عشرة راحت ال 15 دقيقة خصوصا اللي كان عندكم جو سخون وخصوصا اللي خمرو مزيان في المرة الاولى مهم ضروري من الاختمار لنجاح الوصفة عندي هنا يا صفار بيضاء لضفتليه القليل من الحليب غندهن لهم الوجه ديالهم مزيان زيان الا ما بغيتوش تتعملو البيض نهائيا ممكن تدهنو غير بالحليب والان غندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل شعل غير ملتحت فقط هندخلهم وغنقص عليهم العافية حتى كيطيبوا ملتحت ديالهم وكيبدت حمار يدور لهم من الجنة بعد كنشعل عليهم من الفق وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالي او الاميني باقت كييجي يا سلام كييجي خفيف قطني رطب والديد بالساف غيره هو كيطيب في الفرن كيطلق واحدة رائحة ديالك الرائحة ديالكوشور البرتقال وديك نكهة ديال الظهر كنتمنى اخواتي تجربوه بهالطريقة هدي واتبعوه معي جميع النصائح منتأكد انه غينا الاعجاب ديالكم كيجي لديد بساف احسن من البريوش بدقيق الابيض كنتمنى اخواتي داعش بكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بساف ما تبخلوش تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله دائما وصلكم الفيديوهات ديالي وكنتمنى تخلي وجامل الفيديو تعاليق ديالكم المحافزة اللي كتفرحني بساف كان شكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وان شاء الله نتلقى بكم في فيديو اخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله